لا يمكن للإنسان أن يتسامى ويتعالى ويتألة استحالى لكن من الممكن أن الله القادر على كل شيء والمستطاع لديه كل شيء يتنازل ويتجسد تمام وده اللي حصل الله تجسد مش الإنسان تألة وده من محبته من محبته ما تشعر تحل المشكلة غير كده عشان كده لما بنقول من هو يسوع المسيح الإجابة هي يسوع المسيح هو الله لأجل الله لأنه هو الله تمام وهو الإنسان لأجل البشر لأنه صار بشر تمام يبقى إذن يسوع المسيح هو الله وإنسان معا ابن الله وابن الإنسان تمام يبقى طرفي النزاع موجودين والوسيط شمل اثنين تعجبني كتير العبارة اللي قالها الروح القدس في رسالة بولوس الرسول الأولى إلى تمساوس الأصحاح الثاني آخر عدد ثلاثة مع أربعة وخمسة يقول لك إيه مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة وإلى معرفة الحق يقبلون ليه؟ قال لأنه يوجد شو بقى الدرجة الأولى يوجد إله واحد ووسيط واحد دي عبارة واحدة مش تسميتين أو أقدر أقولها يوجد الإله الوسيط يبقى قبل ما يقول عنه إنسان قال الإله الوسيط ليه؟ لأنه جاب طرفي الخصومة يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله فلأن الله تحط رقم واحد الوسيط جاء من الدرجة الأولى الإله الوسيط تمام والناس لما قالوا الناس شوفوا الإله الوسيط بقى بإيه؟ الإنسان يسوع المسيح يبقى الإله الإنسان الإله لأجل الله والإنسان لأجل الناس